للمرة الثانية على التوالي أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن بدء التحضير لأسبوع الطهي الفرنسي بحضور توها مرموقين يقدمون أشهى أصناف الأطباق الفرنسية التي يتخصصون بها ومشاركة توهاة أردنيين تأتي هذه الفعالية التي ينظمها المركز الثقافي الفرنسي واسترعاية من متخصصين في هذا المجال في فرنسا وأهمهم نادي المائدة الفرنسي والجمعية الأوروبية لكبار التوها فالمطبخ الفرنسي ليس مميزا بأنواعه المختلفة فحسب بل إن هناك تاريخا للمناطق التي يمثلها وأصالتها المستوحى من التاريخ العريق للمدن الفرنسية المختلفة والتي يضاف لها أسلوب الطهات المميزين والمشاركين في الفعالية أعتقد أن الإنسان هو بالطبخ لنا أن نقوم بحضور فرنسي في جوردانيا وإنسان بعض الناس للجوردانيين أيضاً كالأسلوب في المطبخات الانتركنتينانية كما أنا مثلاً لأنهم جميعاً مميزة في طريقة نحن نقوم بحضور مختلفة مثل المطبخ والأردني لذلك هذه المطبخة مميزة للمدن الفرنسية لإنساننا وإنساننا وإنساننا أن يأتي هنا في جوردان وإنساننا بحضور فرنسية التعاون بين المطبخ الفرنسي الأردني شبيه بجسر ثقافي يتمتع بإحساس عالم من الظوق والخبرة اللامتناهية من المتعة ويجمع الإثنان الاعتماد على وصفات متوارثة دافئة يتنقلوها عبر الأجيال اعتادوا على تحضيرها خلال الجلسات العائلية بحيث يعكس الطبق الدفء والحب والعاطفة في كل مكوناً فيه لبرنامج دنيا يا دنيا ميز سيلاوي